ضيفي النعناع على الحليب المغلي عايز اقول لكم قليل جدا اللي يعرف الوصفة دي وصفة لذيذة وسهلة وبصراحة هتنبهر من نتيجة تابع معايا للاخر عليهم تشوفي مفاجأة حلوة جدا وعايز اقولك الطعم جميل جدا 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 وصفة اقتصادية موفرة حصريا والاول مرة على اليوتيوب على قناة مطبخ شيكوتوتا بس كل اللي احنا محتاجينه كوباية من الحليب هنضيف عليها نص ربطة كده من النعناع يعني كده زي ما حضراتكم شايفين 30-40 ورقة كده من النعناع وبعد كده هنسيبه بقى يغلي كده على النار لمدة 5 دقيق بعد كده هننزل بكيس من الفانيليا شايفين يا جماعة وصفة سهلة خالص وكمان بمكونات كلها في البيت وبعد كده هنبدأ نضيف عليها كيس من العسل لو انتو حابين تستبدلوه بالسكر ممكن نقول معلقة كبيرة من السكر بس انا هحط العسل كده يا جماعة علشان يخلي الوصفة في حتة تانية وبعد كده هنبدأ ان احنا نقلب كويس جدا بعد كل خطوة يا جماعة ياريت نقلب علشان المكونات تمتزج مع بعض عايز اقول لكم اتمنى من حضراتكم تقدروا مجهودنا تدوسوا لايك للفيديو وتشيروا الفيديو في كل مكان ومتنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصلوكم كل ما هو جديد وزي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعة مننزلنا كده الحليب والعسل والنعنع زي ما قلت لكم من شوية نفضيه كده في اللبانة ونسيبه كده لمدة خمس دقيق يغلي مع بعضه علشان اللبن يتشبع كده برحة النعنع وحتى لو لون يتغير الاخدر هو ده اللي احنا عايزينه يعني بمنقى صح هنسيبه كده يعني على النار عالية لمدة خمس دقيق وبعد كده زي ما حضراتكم شايفين بقى هنبدأ ان احنا نجيب اي حل عندنا اي بولة عندنا هنضيف فيه ربع كباية من السكر وبعد كده هنضيف نص كباية من الزيت وممكن تضيفه كباية لربع من الزيت حسب الرغبة وبعد كده هنبدأ نقلب بالمضرب اليدوي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده ولو عندكم مضرب كهربائي يا سلام هيسهل الدنيا اكتر ممكن تحضه كده وتضربه كده كل المكونات دي وبعد كده هنبدأ بقى نجيب ربع كباية من الحليب اللي هو كان معا النعناع وهنبدأ نضيفه للبولة بتاعتنا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده عايز اقول لكم يا جماعة الوصفة سهلة وبسيطة وهنجح معاكم 100% وبعد كده هنبدأ ننزل بباقي الحليب كله يا جماعة الحليب الدافي او الحليب الساخن وهنبدأ برضه بالمضرب هنبدأ ان احنا نقلب كويس جدا لازم السكر يا جماعة يدوب معينا كويس جدا الوصفة سهلة خالص وجميلة خالص وما تستعجلوش علشان تبقى نجحة معاكم وبعد كده هنبدأ نضيف ربع كباية من السكر مرة تانية وبعد كده هنرجع ان احنا نقلب طبعا زي ما حضراتكم عارفين وبعد ما نقلب كده هنبدأ نحتاج بس نص معلقة صغيرة من البيكنج بودر مش اكتر من كده نص معلقة صغيرة من البيكنج بودر وبعد كده هنحتاج بقى يا جماعة كباية من الطحين هنبدأ ان احنا ننخلها كده على الحليب بتاعنا بالشكل اللي حضراتكم شايفين وده طبعا يا جماعة النخل ده شيء مهم جدا جدا علشان الوصفة ما يبقاش فيها اي تكتلات وبعد كده هنبدأ نجيب الكباية برضو التانية من الدقيق اللي هو الطحين وهنبدأ برضو ان احنا ننخلها على الحليب بتاعنا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده ساكتين لي يا جماعة ما تصلوا على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد كده بالمضرب اليادة والكغرباين قلت كويس جدا وبعد كده ننزل بعصرة لمونة لمونة يا جماعة هتودي الطعم في حتة تانية وبعد كده هنبدأ بقى نجيب اي بول عندنا وننزل بالمكونات اللي حضراتكم شايفينها بالشكل ده هنبدأ بقى نجيب اي صنية عندنا او اي حاجة ممكن تدخل الفرن عندنا هندهنها بشوية من السمنة وبعد كده رشة من الدقيق اللي هو الطحين وبعد كده طبعا هنتأكد ان كل حاجة تمام وبعد كده هننزل بالوصفة بتاعتنا الجميلة عايز اقول لكم يا جماعة الطعم في حتة تانية طعم الحليب مع النعناع مع اللمون انتعاش مية في المية وبعد كده هنسخن الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة وبعد كده هنشغل الشوية لمدة 10 دقيقة عشان تاخد اللون الجميل ده اشوفكم على خير في فيديو جديد وصفة سهلة اقتصادية كيكة الحليب الساخن باللمون والنعناع اشوفكم على خير والسلام عليكم باي باي